ارجوك بقى ارجوك ركز معي عشان احنا دخلين على قنبوبة بوتجاز هتترمي من الدور العاشر هتعمل بم جمدة جدا طيب ايه بقى القصة فيراميدز النهاردة وعلى لسانك كابتن هني سعيد المدير الرياضي قالك انه الاتحاد المصري لكرة القدم اهضر حقنا وسنلجأ للتصعيد ولا نتخذ موقفا ضد الاهل ايه قصة قالك انه ادارة براميدز متمسكة بحقوقها لابعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دور الابطال بعد ما ضمن المركز التاني خلاص لما تقفل الشهر ده اللي هو يوم تلاتين سبعة هو قالك انا صاحب المركز التاني انا اللي هلعب في دوري ابطال افريقيا ومتمسك بحقوقي وحصعد واتحاد الكرة اهضر حقنا ماشي كده دي القصة او ده التصريح على لسان براميدز بس خلينا احكيلك الحدوتة وقولك احنا فين وقولك الانبوبة البتجاز هتفرق عامتة الربطة ربطة الاندية كانت قالت انه وامن بدري تحسبا لأي حاجة قالت لك ان احنا هنبعت للاتحاد الافريقي عشان احنا الدوري عندنا طويل قوي ولما هيخلص هتكون البطولات بتاعت افريقيا ابتدت فمش هينفع ان احنا نستنى لحد ما الدوري ما يتبقت هنبعت للاتحاد الافريقي لانه الاتحاد الافريقي ارسل في طلب للاتحاد المصري اللي كرة القدم بيقوله حضرتك تبعات لي الاندية اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا في الكونفيدرالية ومعاك مهلة من يوم عشرين ستة لحد يوم تلاتين سبعة خلاص ارسل ده لكو للاتحادات الاهلية التابعة للمظلة الكبيرة بتاعت الاتحاد الافريقي فبعته لينقلوا يا جماعة من عشرين ستة لتلاتين سبعة تبعتنا فالربطة لما جالها الخطاب وهنا في نفس البرنامج ده كان سيادة الناب احمد دياب من بدري قوي قالك بص يا جماعة علشان الناس تبقى وانا شرحتها على مداخلتين خد بالك يا جماعة علشان الناس تبقى معانا في الصورة احنا حناخد بمعيار العدالة بالنسبة لنا فاحنا هو مدلوش معاد هو مقلوش ابعت يوم تسعة وعشرين يوم خمسة وعشرين اقول له من عشرين عشرين ستة لحد تلاتين سبعة فقالك عشان هناخد بمعيار العدالة فمعيار العدالة بالنسبة لنا هو الضور الاول هناخد ونشد خط من بعد الضور الاول ولكن كانت هناك مباراة اخيرة مؤجلة للاهلي هتتلاعب يوم اعتقد كانت يوم خمسة سبعة اللي كانت قدام الجونة اللي لم يخني يا رب كن خمسة سبعة مظبوط طيب خمسة ساعة فرح راحت الرابطة يوم عشرة سبعة شدت الخط بعتت للاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتلو صباح الخير احنا شدنا خط زمالك اهلي دوري ابطال افريقيا Pyramids Future الكون فيدرالية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلاص لحد كده والمفروض ان الموضوع خلص بالنسبة للربطة وخلص بالنسبة للناس Pyramids قالك لأ تأخذت ليه شدت خط ليه ليه شدت خط من يوم من الدور الاول وليه شدت خط ليه في الوقت ده مين قال انت مش معاك حد يوم تلاتين سبعة ليه ما اديتنيش مهلت لحد تلاتين سبعة فالناس سألوا لو انا اديتك مهلت لك لحد تلاتين سبعة مش حيبقى فيه نوع من انواعتك فوق الفرص لانه حيبقى فيه فرق قبلت بعض مرتين وفيه فرق قبلت بعض مرة واحدة فمش من المنصف يعني اقولك مثلا ايه قبل بيرامدز قبلوا بعض مرتين لو انا قست على تلاتين سبعة ده مش كلامي ده مش كلامي انا الحد رأيت مهلت شرائي خالص انا مهلت شرائي خالص ماشي كده ركز بس الله يبارك لك فانا حيبقى فيه فرق قبلت بعض مرتين من الاربعة المتبريين وفيه فرق هتقابل بعض مرة واحدة فقال دي عدالة ما بين الاربعة مش عدالة فانا مش هستنى لحد يوم تلاتين سبعة واحعملها من الدور الاول هم كانوا اخدين قرار من بدري قبل ما تحصل قصة دي دلوقتي بيرامدز قال لك لا انا مش مشكلتي وانا مش في صراع وانا مش في نزاع مع الاهلي ولا مع اي حد انا بطلب بحق انا راجل دلوقتي لما تيجي تشد خط يوم تلاتين سبعة انا راجل صاحب المركز التاني صاحب المركز التاني والزبالك صاحب المركز الاولاني انا هلقع الدوري ابطال افريقيا وما ليش دعوه بقى اي حاجة تاني ودي مش قصتي واقصعد واروح لابعد حاجة خد بالك انه بيرامدز كمان ما هو يارد انت بتنافس بطولة الدوري بيرامدز ممكن يفوز بطولة الدوري ووفقا للمعيار اللي حطيته الربطة هتبقى سابقة هي الاولى من نوعها لفريق يفوز بطولة الدوري في بلده ويلعب البطولة كونفيدرالي ايه البمبة دي اه مش بيرامدز بينافس بقوة اه عنده ماتش جامد جدا بكرة قدام الزمالك اه طب بيرامدز وهي لعبة احتمالات مرعبة مرعبة بيرامدز اذا فاز ببطولة الدوري وفقا للمعيار اللي تم وضعه هيلعب فين هيلعب في الكونفيدراليه تخيل كده فريق حفوز ببطولة الدوري يلعب في الكونفيدراليه مايلعبش في دوري الابطار علشان المعاري اللي حاصل طيب الموضوع بقى كله على بعضه كده اللي احنا بنتكلم فيه ده ما بين بيرامدز وما بين الربطة وما بين الكاف هل ممكن يبقى فيه سوابق لأول مرة تحصل اه زي ما بقولك هو سبقت النفريق يفوز ببطولة الدوري يلعب في الكونفيدراليه سبقه وليست ببعيدة وحربها لك من على طرف المعلقة ونبقى نتقابل انه الاتحاد الافريقي قد يتدخل في الاختيارات لأول مرة في اتحاد اهلي تابع له هو الاتحاد المصري اللي كرة القدم قد يتدخل لأول مرة في الاختيارات المتعلقة بمن سيشارك في الكونفيدراليه ومن سيشارك في دوري ابطال افريقيا اقبل ايضا وصلتك انا حطتك في الفريم وفي الصورة والفترة الجاية لعبة الارقام والنتائج هتبقى مؤثرة جدا جدا على المعمعة دي توصل لأعلى مدى ليها ولا تقل أعلى مدى ليها انه بيراميتز يفوز ببطولة الدوري فتخال الفريق هيفوز بالبطولة المدى اللي هقال لي شواء انه بيراميتز يختم في المركز التاني فهيفضل طول الوقت كذا 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 فاحنا قدام معضلة قد يكون فيها سوابق لأول مرة تحصل نقطة بقى كتن نقطة كتن بص احنا شرحنا المعايير قلنا كل حاجة كل حاجة تمام دلوقتي فاهم القصة فاهم ايه اللي هيحصل فاهم ايه المتغيرات اللي قد تطرق تعالى اقولك حاجة عارف العجنة اللي احنا فيها دي كلها ليه عارف احنا دلوقتي على شافة مشكلة قد تكون كبيرة ليه اقولك انا بقى ليه عشان باختصار شديد لما الرابطة قعدت مع التمنتاشر نادي قالت لهم يا جماعة عايزين نعمل دوري قصير استثنائي لمرة واحدة نلمي بالدوري ويبقى عندنا فترات الانتقالات واحدة ونمشي زي ما الناس ما بتمشي الناس رفطت احنا هندفع التمن ده غالي انا بتمنى انه ما ندفعهش غالي بس تمن اختيارات الاندية دي الاندية دي احنا بندفعه دلوقتي ارهاق واجهاد والعيبة بتقع في الملعب واصابات بالجملة ومستوى بينزل في الارض وكل حاجة تتشايفها ديت ده التمن ده وزيدك من الشعر بيت لو الناس في دوري الموسم الجاي ما عملتش دوري استثنائي برضو هتبقى فيه مشكلة اخد بالك انه اصلا فيه مشكلة هتحصل في مسألة القيد للفرق الاربعة اللي اصلا حيبقى فيه ما بينه ومن بعد مشاكل في المشاركات الافريقية ويكون في درالية اصلا في مسألة القيد وشرحنا لكم يوم الجمعة احنا لنا الله احنا قالينا الله عشان المواضيع بقى كتير اوي اوي انا فعايز اتكلم في الكورة عايز اتكلم في الكورة الحلوة اتكلم في الكورة العرضية اللي اتلعبت ورجل يدخل لعبها بالهد ومديره فني اللي عمل تغييره شيك ورجل اللعيب المحترف اوي اللي بيأكد كورة بقى زي مثلا لما ايه ابتدوا مبارح كاس الدرع الخيرية في انجلترا فابتدوا هاي ايه الاخبار شياكة اللعيب هتحس اقسم بالله ان الزنبالك بتاعهم ما فصلش من الموسم اللي فات علما انهم رايحوا شهر كامل بس عمر الزنبالك سيب الزنبالك اجري كله بيجري في الملعب وبيسجلوا الدنيا في زي الفلو ولا بقى فترة جس النبض ولا فترة الانسجام ولا فترة كده ولا فيش عايحة خالص فيش عايحة كله بيلعب كورة لكنه في عز الموسم في الطوب فورم بتاعهم واحنا كل شوية بنتكلم في البرامج عندنا ان احنا ازاي ازاي يا جماعة نتجاوز الازمات نتجاوز الازمات مش هيحصل تجاوز ازمات الا اذا الناس حطت ندافق دينا الربطة والناس حطت المصلحة العليا على اي مصلحة خاصة من الموسم الجاي الله اعلم المشكلة اللي انا قلت لكم عليها دي هتخلص ازاي الله اعلم بس انا بشوف شوية بدري الله اعلم المشكلة دي هتخلص ازاي بسبب اقولك اهو لازم من دلوقتي القرار يبقى جاهز بنسبة مية في المية هتلعبوا دوري مختلف استثنائي حضراتكم كلكم عشان مصلحة الدور المصري وعشان خطر مصلحة الكرة في مصر عشان خطر مصلحة المنتخب هناخد بقى رأي بعض ونستطلع عراء بعض بقابلني